في مستجدات سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية اجتمعت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هارس بقيديين ممثلين للأمريكيين من أصول عربية والمسلمين في مدينة فلانت بولاية ميتشيغن ويعد هذا الاجتماع واحدا من عدة محاولات في الأيام القليلة الماضية لإصلاح العلاقات مع الناخبين الذين دعموا بشكل كبير الرئيس جو بايدن في عام 2020 عندما كان المرشح الديمقراطي لكنهم قد يمتنعون عن التصويت لهارس مما يجعلها تخسر ولاية ميتشيغن المهمة